يا مساء الخير كل التحية لكل الأهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة أهلا وسهلا بيكم في حلقة يوم المباراة ليست مباراة واحدة بل مباراتين طبعا عندنا لقاء مهم جدا طبعا لمنتخب مصر النهاردة في بداية مشواره في بطولة أفريقيا البطولة إن شاء منتخب مصر الأوليمبي طبعا في بداية مشواره في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس السنة الجاية إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في انطلاقة المشوار المصر في مواجهة النيجر إن شاء الله مباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق والمباراة هتبدأ الساعة 8 أما عن انطلاقة مشوار أبطال إفريقيا في بطولة جديدة هي بطولة كاس مصر فيكون معادنا معاه إن شاء الله الساعة 8 ونص على ملعب أستاذ القاهرة كل التوفيق لمنتخب مصر وكل التوفيق لنادي الأهلي في بداية مشواره محطة أولى من خمس محطات تضيف لنا اللقب الخامس هو فعليا ما يعتبرش الخامس هو فعليا يعتبر التالت لأنه ما ينفعش تكسب بطولتين كاس في نفس الموسم إحنا بس الفرق معنا إن البطولات دي كلها تركمت في موسم واحد لأن معنا دائما بطولات مؤجلة أو يعني بيتم استكمالها في الموسم الحالية ولكن في النهاية تحت قيادة كولير تقدر تقول إنه الأهلي الموسم ده يبحث عن السباعية وفي الدوري يتبقى ليك أربع مباريات مكسب من أصل تسعة عشان تحسم خامس ألقاب الموسم وهو لقب بطولة الدوري أما في محطة أو في مشوار كاس مصر فهيتبقى أمامك خمس محطات لو تمكنت من تجاوزهم بالفوز بالكامل تحصل على لقب جديد في كاس مصر وانطلاقة مشوارنا أمام منتخب السويس هنتابع معاكوا لحظة بلحظة وهنديك كل التفاصيل وهنروح لمقر إقامة الفريق ونعرف الأخبار والساعات الأخيرة قبل بداية اللقاء احنا نتكلم على ساعتين ونص فأعتقد إنه اللمسات الأخيرة ويمكن في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه المحاضرة الفنية داخل مقر إقامة الفريق على وشك أن تبدأ أو هتبدأ في خلال دقيقة فهنحاول نتابع مع حضراتكم آخر الأخبار والمستجدات مين ممكن يكون عنده فرصة للظهور طبعا فيه أسماء كتير جدا غيبة بقرار من ميستر كولر سواء للإيقاف سواء للإصابة أو سواء للإراحة من الأجهاد طيب طبعا ده في مقر إقامة فندق الفريق وميستر مارسل كولر في طريقه لقاعة المحاضرات عشان يلقي المحاضرة الفنية قبل بداية المباراة واللي داخل وراه كابتن سامي قمصان هنتابع معاكم لحظة بلحظة طبعا كل التفاصيل من داخل مقر إقامة الفريق في انطلاقة المشوى المباراة قد يتخيل البعض أنها مباراة سهلة أو أنها هتكون بمثابة مهرجان أهداف أنا كاس دايما أو أي مرحلة نوكاوت سواء كاس أو غيره دايما بعمل لها حسابات خاصة جدا حسابات مختلفة تمام شوف الفارق الشاسع وده ينتبق مش بس علينا في مصر هي النوكاوت عموما أو الأضوار الإقصائية عودتنا على ده في كل حتة في العالم دوريات كبيرة فرق عالمية نجوم على أعلى مستوى في مواجهة فرق مغمورة دايما مفاجأة وردة في بطولة الكاس طب وهنروح بعيد ليه؟ فريق النجوم السنة دي في نفس البطولة في بطولة كاس مصر خرج مين في بداية مشواره؟ النجوم بيلعب درجة ثالثة لما كنتش تعرف يعني درجة ثالثة النجوم خرج في بداية المشوار الإسماعيلي بكل تاريخه بكل أرقامه بكل أمجاد الإسماعيلي خرج على إيد فريق اسمه النجوم ثم قلنا إنها ممكن تكون استثناء أبدا مش قاعدة ثم تمكن فريق النجوم إنه هو يخرج فريق سموه اللقص ده أقوله إنه الفارق كبير وإن شاء الله بإذن الله فريقنا تكون جاهزة النهاردة لتحقيق مكسب نحافظ بها على يعني مسيرة الانتصارات وتسعى لتحقيق لقب جديد سطلانا طاهر خلاص بقى أنك نام سطلانا طاهر طبعا قنية احتفالات البطولة الأفريقية مازالت مكمال غادي لقاتي وفي الجماهير حتى في المطش بتاع الحرس غنيت له مع تسجيله هدف الأهلي الثالث نفس الأغنية هاني على وشك يعني الرطوشة الأخيرة من تمديد عقده وهاني قدم موسم أكتر من رائع واحد من ولاد النادي الأهلي كابتن فريق النادي الأهلي يعني لفت دي الأيام يعني بفتكر هاني في بداية مشواره الأيام جارت بسرعة هاني بقى كابتن فريق النادي الأهلي وليبس شارت الكابتن في أكتر من مباراة الموسم ده والحقيقة مقدم واحد من أفضل المواسم وبشوف أنه هاني لسه كمان عنده كتير هاني عنده كتير حمدي فتحي روح المقاتل جلادياتر يعني عارف بقولك الجرينتا خد بالك الجرينتا دي واحدة يعني حاجة حاجة بتبقى ربانية الروح الروح اللي بقت واحدة من أهم عناصر النجاح والتفوق في كورة القدم واللي بتدور عليها لعيبة كتيرة جدا جدا عندها إمكانيات فنية عالية جدا عندها مهارة عالية جدا عندها سرعة عندها قوة يعني شوف كل العناصر عندها فتنس عندها لياقة بدنية عالية جدا بس ما عندهاش روح تفرق كتير جدا جدا وعلى عكس سماما ممكن أسماء كتير تبقى قليلة في حتة الإمكانيات والمهارات الفردية والنواحي البدنية قوة وسرعة ولياقة وتلاقي إنه غياب الروح عندهم مأثر بشكل كبير جدا على مردودهم وعلى إنتجيتهم وعلى فعاليتهم وعلى دورهم في الفريق شناوي طبعا نجد من نجوم كهرباء هدى في بطول الدوري الأبطال ريمونتا دا كان باك يا كهرباء عالمي السنة دي طبعا هو شخصيا أتوقع أن محمود كهرباء ما كانش يحلم به ولا أشد الأهلوية تفاولا كان يحلم الحقيقة بالمردود والمستوى الرائع الذي ظهر به كهرباء دا طبيعي جدا بعد فترة غياب كنت لسه بتكلم مع زميلي قبل الهوى على أكرم وإنه ابتدى يدخل في تدريبات وابتدى يعني يجهز إن شاء الله عشان يدخل تدريبات جامعية حسب البرنامج اللي تحطله كنت بقول إنه طبعا أكرم هيكون إضافة كبيرة جدا لسكواد الأهلي السنة جاية ونفس الأمور تنطبق على كريم فؤاد لكن خد بالك إنه العودة من بعيد أو بعد فترة غياب طويلة مش بالسهل أبدا وبالذات لما بتلعب في إطار تنافسي زي اللي أنت بتلعب فيه في نادي الأهلي بترجع من إصابة مع فريق تاني عادي إنك تاخد وقتك محدش هيفرق معاه أو محدش هيلحظ قوي خدرتك على استعادة مستويك مرة تانية لكن أكرم الحقيقة من اللعيبة الرجالة جدا وهو واحد زي ما كنت بكلم على الحامدي في حتة الروح أكرم الحقيقة يمكن من أكتر ولا تجيله تمييزا في حتة الجرينتا دي في حتة الروح والعزيمة والإصرار اللعيب اللي ما بيبخلش بنقطة عرق اللعيب اللي نازل يدي أقصى ما عنده على مدار التسعين دقيقة ودي عملة نادرة عشان كيف بقولك لو عندك حداشر فيهم الروح بتاعت أكرم توفيق أنت عندك فريق تقدر تنفس به في أي طولة يعني ده مش تقليل طبعا من المستوى الروح والعزيمة اللي عند لعبتنا لا الحقيقة يمكن البطولة الأخيرة بتاعت بطولة أفريقيا تأكد لك أنه المطبات الصعبة اللي عدينا بيها والكبوات اللي كانت في المشوار والهجوم اللي اتعرض لي الفريق بشكل عام واللعبين بشكل فردي كان ممكن جدا لو ما فيش الروح دي والإصرار ده كان ممكن جدا البطولة ما تبقاش في الجزيرة كان ممكن جدا البطولة تبقى بره نادي الأهل لكن الحقيقة فريق قدم شخصية رائعة الموسم ده مع ميسر كولر وأعتقد أنه كولر يحسب ليه فضل كبير جدا لازم ياخد كردت الحقيقة في القماشة اللي كانت منهكة كانت وصلت لحالة مع نهاية الموسم الأخير محتاجة إعادة شحن زي ما بيقوله مرة تانية كولر عمل ده بشكل أكتر من رائع ونجح في أول مواسم ليه خد بالك الموسم الأول لأي مدرب في الدنيا مش بتاعه الموسم الأول ده بيكتشف فيه فرقته بيكتشف فيه العناصر اللي عنده بيكتشف فيه النوع وحجمه وطبيعة المنافسة سواء محليا أو قريا وانت بتتكلم على منافسة في دولة كبيرة زي مصر أو قريا في قارة صعبة جدا المنافسات فيها تختلف جملة وتفصيلا عن المنافسات في أي قارة تانية أسيا أوروبا أمريكا الجنوبية كل ده أفريقيا في حتة تانية ودول في حتة تانية خلص فبعتقد النجاح كبير جدا لمستر كولر فأول المواسم زي ما قلنا لكم من بارح الشحات خلص خلينا نقول رسميا بقى أنه الشحات مبروك طبعا الشحات مبروك طبعا ياسر إبراهيم مبروك طبعا رامي ربيعة تجديد العقود مبروك لكم ومبروك عليكم النادي الأهلي وان شاء الله بإذن الله مزيد من الألقاب والبطولات التلاتة دول كانوا من العناصر الأساسية وبالذات طبعا رامي لأنه قدم شوية وصاحب ريكورد مهمة جدا في عدد البطولات والألقاب وخصوصا دوري الأبطال مبروك طبعا النجوم التلاتة وما زالت البقية تأتي مبروك عليكم الأهلي ومبروك على جماهير النادي الأهلي تجديد لتلاتة من أهم عمدة الفريق أرقام فلكية على مستوى المشاركة يمكن بعيدة عندنا شوية لأنه حجم طبيعة المنافسات كمان عندهم في أوروبا وفي نادي بحجم ريال مدريد طبعا بالتأكيد مختلفة لكن ما فيش شك عندنا لعابين حقا أرقام تاريخية من ضمنهم الإسم اللي بيشرفني النهاردة واحد من مش هقول النجم جيله لأنه نجم في أجيال مختلفة واحد من الأسماء اللي اتفع عليها طبعا مدربين كتير جدا مع الأهلي ومع المنتخب منهم مصريين منهم أجانب وأنا كنت بابتدي الحلقة وإحنا بنتبع لقطات شطات كده من معسكر النادي الأهلي وجات في لقطة لحمدي فتحي وكلام جاء على أكرم توفيه كنت بأتكلمكم عن إيه أهمية أنه اللعبة مش بس مش قصة مهارات وإمكانيات فنية وبدنية وقوة وصرعة ومهارة لكن كمان الروح واحدة من أهم المميزات في عالم كورة القدم وهو الحقيقة كان واحد من أمثلة الحقيقة والنماذج الإصرار والعزيمة نجبنا النهاردة كابتن وسامة عرابي اللي بيشرفني فيه أستاذ سامسا خيري كابتن وسامة سامسا خيري أنا وسلام بك أحمد نول الدنيا بصحة سلامة وسعيد بالمقدمة اللي أنت قلتها وسعيد تمالي الله يخلي تمالي سعيد لما بقى معاك وكل سلامة طيب وكل المصريين بصحة وسلامة وعيد سعيد عليهم وعلى الأمة الإسلامية يعجبني كمان في كابتن وسامة في المرات اللي بيشرفنا فيها يعني في السادسة أنه نوع من المحللين اللي دايما محضرين ودايما مذكرين ودايما بيحب بيكلم بالأرقام فخلينا نتابع معنا عرضة مباراتين مهمين جدا لازم طبعا نتكلم على مبارات مصر ونيجر في انتلاقة بطولة أمم أفريقيا البطولة اللي هتأهل أوليمبياد باريس وطبعا انتلاقة الأهلي في مشواره في كاس مصر في موجة منتخب السويس بس اسمح لنا كابتن أسامة نروح مع جمهور نادي الأهلي ونروح معك لمقر إقامة الفريق من داخل معسكر نادي الأهلي قبل ساعتين من انتلاقة المباراة نتطمن على أخبار الفريق وعلى السعدادات واللمسات النهائية الميستر مارسل كولر مع الزميل محمد توفيق محمد مساء الخير بفضل مساء الخير الزميل عزيز أحمد تحياتي ليكو الضفة الكريم كابتننا الكبير كابتن أسامة عربي وكل مشاهدة قناة النهائية بكل مكان بالطبع يا أحمد بطولة جديدة كمان طموح جديد خلاص بنتوج بالحضاشر دور أبطال أفريقيا وخطوات قليلة بتفصلنا عن بطولة الدوري واللقب الثلاثة واربعين كمان النهاردة ضربة البداية لبطولة مهمة جدا أعرق وأقدم بطولة في مصر لبطولة كاس مصر طبعا نادي الأهلي داخل النهاردة وهو حامل لقب البطولة وبالطبع بيبحث على لقب التاسع والثلاثين يمكن يا أحمد رقم يعني صعب جدا على أي حد تحقيقه وصعب جدا على أي حد يحصى الناد الأهلي فيه وبإذن الله أنه توج به ونبعد كمان بلقب بطولة الكاس يمكن طبعا يا أحمد برغم الفروق الفنية الكبيرة جدا ما بين الفريقين ولكن الجهاز الفني اللعبين تركيز تام جدا فيه المباراة وده بان جدا من التدريبات فيه التدريبين اللي سبقوا المباراة وكمان بان جدا فيه يعني نظام اليوم كله هنا في فندق الأقامة أحمد يمكن نفس النظام المؤتاد في مباراته الكبرى النهاردة شغال ومستمر مع اللعبين والجهاز الفني يمكن 11 الصبح كانت واجبة الإفطار ومن بعدها الفطرة والفقرة المؤتادة في يوم الفريق وهي فترة التدريب الخفيف هنا في فندق الأقامة اللي كانت ساعة 12 ونص بعد كده يمكن الفريق تنول واجبة الغداء فيه تمام الرابعة والنصف وحالة معاك دلوقتي يحمل على الهوى آخر يعني فقراته اليوم أو آخر حاجة في يومنا النهاردة في فندق الأقامة وهي المحاضرة الفنية اللي الجهاز الفني بإذن الله يحط فيها خطة المباراة أبرز الخطوط العريضة للتشكيل وكل حاجة هيتم تنفذها أثناء سير المباراة زي ما قلت لك تركيز تام سواء من الجهاز الفني أو من اللاعبين سواء كان الأيان كان المنافس يحمد أو أيان كانت البطولة أنت عندك طموح واحد هو تحقيق طموح كل جميع النادي الأهلي والحصول على رقم واحد إلا ما يقبلش الإسم على اثنين كعادة النادي الأهلي وأكيد كابتن قسامة عربي واحد من كابتن النادي الأهلي التاريخيين اللي عارف الكلام ده كله سواء بطولة دوري أو كاس أو دورة بطال أفريقيا وأيان كانت البطولة أنت هدفك فيها هدف واحد وهو التتويج ويتتربع على عرش أي بطولة بيدخلها النادي الأهلي يمكن أحمد أبرز الملاح بقى كانت في تدريب الفريق يمكن اللي كنا ملاحظينها همبارح هو الاحتفاء والاحتفال بلعاب الفريق والعناصر الأساسية في الفريق اللي تم تجديد عقودهم يمكن ياسر إبراهيم رامي ربيعة اللي تم تجديد عقودهم لعام عشرين خمسة وعشرين وكمان نجم الفريق حسين الشحات اللي تم تجديد عقود لمدة ثلاث عوامك اللعبين احتفلوا بزملائهم بشكل أكثر من روع ده منعكس كمان على حالة التركيز والهدوء في المعسكر النهاردة يا أحمد للمباراة زي ما قلتلك تركيز تام كلام اللي دايما كابتن سيد عبدالحفيز بقول لعبين وكمان مستر مرسل كولر أيا كان المنافس أيا كان البطولة اللي بنتنافس فيها احنا هدفنا هو هدف واحد بس الحصول على المركز الأول واعتقد كمان يا أحمد فيه هدف جديد السنة دي كنادي الأقل حققه في سنين كتير قبل كده إن شاء الله كمان يتحقق السنة دي وهو الحصول على العلامة الكاملة الحمد لله ممكن بداية الموسيقى تأكثر من رقعة اتنين كاس سوبر بطولة كاس مص طبعا للأديمة كمان انت خلاص على بعض خطوات قليلة جدا زي ما قلنا من بطولة الدوري حقق بطولة الدوري أبطال أفريقيا يتبقى بإذن الله كمان بطولة كاس مصر ومن بعدها إن شاء الله السوبر الأفريقي كعالة النادي الأهلي يا رب دايما في انتصارات ويرب دايما في البطولات ويبقى نادي الأهلي دايما كان يحمد كعاته على القم ويبقى دايما الرقم واحد دي كانت كل أجوانا هنا من فندوق قبل تحركنا لملعب المباراة نتمنى التوفيق لنادي الأهلي وكل دعوات جمهية النادي الأهلي بالتوفيق كلمة دي كيحمد اتفضل شكرا جزيلا بشكرك زميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر إقامة الفريق دي أخبار الفريق وطبعا زي ما قال محمد وزي ما أنا بتديلت الحلقة إحنا أمام مراحل حسيمة في موسم أعتقد هيكون استثنائي بالنسبة للجماهير وبالنسبة للعبين وحتى الإدارة فكرة أنك أنت تتحقق كل الألقاف في كل البطولات دي حاجة ما عملهاش أو ما يقدرش يعملها غير فريق اسمه النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله سواء الخمس مباريات اللي افترقنا لبطولة الكاس أو الأربع مطشاط اللي اضمنوا لنا خلاص حسابيا ورقميا تتويج ببطولة الدوري وبعد كده بقى نتكلم على بطولة السوبر الأفريق لمرة تانية أرحب بنجمينا وضفنا النهاردة كابتن أسامة ألمبيك كابتن أسامة قبل ما روحنا مطش الأهلي ومنتخب السويس النهاردة وأسمع رأيك فيه خليني بس الأول أبدأ بالتجديد خبر طبعا إعلان عن تجديد للشحات ولرامي ربيعة ولياسر إبراهيم في التوقيت ده إزاي بتشوفوا وتأثير ده على الثلاث لعيبة دول فيما تبقى من مباريات في الموسم كان مهم جدا أنه موضوع التجديد ده يتم بسرعة بالنسبة لعيبة اللي انتهت عودها عشان الاستقرار اللي انت وصلت له في الفرقة من تحقيق نتائج بطولات وكل اللعيبة دولة لهم تأثير كبير داخل الفريق حسين الشحات واحد من أهم لعيبة النادي الأهلي وخاصة الموسم ده تقلق بشكل لافت للنظر في فترة شوية حسين كان بعد عن المستوى وحتى الجمهور ابتدى ينتقد أو زعلان منه شوية لأنه طبيعي أنك لما بيكون فيه نجم وانت منتظر منه كتير لما بيقل في المستوى شوية النسبة تقلق يعني بسألك حتى كورة بلنسبة حسين حسين طول عمره بيلعب وينج رايت يمكن أول سنة يتوظف فيها وينج ليفت مع ميستر كولر هل فكرة إعادة التوظيف أو تحديد ملامح الدور اللي بيلعبه والشكل وطريط أداءه في الملعب تحركاته والمساحات اللي تحرك فيها زي وتبادل الأماكن هل دي ممكن تفرق في التفرة دي؟ يعني هل القصة فكرة بس تغيير أو فكرة كمان ليه علاقة بحسين نفسه؟ وحالة التيم ككل برد يعني الأساس حسين نفسه الأساس حسين نفسه طبعا حسين نفسه مستر كولر أو المجي تقريبا حسين كان بعيد عن حساباته يعني أنت مترجع كان كريم كان كريم على طول أو طاهر محمد طاهر ونحية الثانية أحمد عبدالقادر صحيح أو بيرت سيتاو هنا ويبقى أحمد عبدالقادر فكان بعيد شوية عن حسابات مستر كولر وممكن دي تكون خلت حسين يقف مع نفسه وقفة جمدة أو كبيرة لأنه حسين زي ما قلنا نجم والنادي القالي جايبه ومعاول عليه كتير والجمهور بيحبه ويعشقه كان بعد كتير عن المستوى فأعتقد أنه داس على نفسه كبير قوي دي أول سبب لأنه خلي بالك مهما المدير الفني بيحاول يغير لك في المكان بيحاول يديك دوافع ماشي بيساعد طبعا ولكن أساس اللعيب يبقى عايز اللعيب لو مش عايز لو دخل في مشاكل أنه أنا ما بلعبش طب أنا ههمل نفسي طب أنا مش أتضرب كويس تلاقيك بتتراجع أكتر لكن الطبيعي أنك لما مدير الفني ما بيستعنش بيك أنك يكون عندك شخصية ويبقى عندك إصرار وتدوس على نفسك وتشوف هو ليه مش بيلعبك لإيه السبب إذا كنت قعدت معاه مباشر أو أنت استشفيت من المساعدين أو عرفت أو تدوس على نفسك تكتهي دكتر تحاول ترجع المستوى اللي أنت كنت فيه فأنا أعتقد ده السبب الرئيسي أكيد مستر كولر برضو ساعده في أنه لما بتدى يلعبه لأكويس بتدى يعتمد على إيه حسين بيلعب في الجناح اليمين وقبل ما يجي الندقالي في المقص أحيانا كان بيلعب زهير أيمن أيها أحيانا بيلعب في نص الملعب لكن هو مستر كولر حطه في الجانب الشمال هو استعان به فترات في الجانب اليمين وكان بيؤدي فيها برضو بشكل كويس ولكن لما تقلق وابتدى التشكيل يثبت بيرسيتاو في ناحية الجانب اليمين فتدعوة دي ناحية تانية ودى حسين الشاحات ناحية تانية وحسين الشاحات عمله إنتاج كويس فيها فدي حاجة كويسة من مستر كولر إنه فكر إنه يستعين بالناس اللي بتعمله فرق في اللعب بيرسيتاو خلاص بقى مركز في الجانب اليمين وكل ماتشاته الأخيرة تقريبا بيلعب في الجانب اليمين باستثناء الماتش الأخير لما نزله لعبه في رأس الحرب بمكان شريف تمني بيدخل للعمق وسواء بيشتغل وانتوهات أو كده بيركز ويلعب على الجون وليل لما بيطلع على الطرف زي جورة اللي لعبها في بيرسيتاو في جوء الوداد الوداد كان وصل للطرف خالص ولعبها فساعات بيسقط بيسقط نص ملعب ويفضي مساحات لعلي يزيد أو حمدي يزيد في الحكتة دي مهدام يعني ميستر كولر من شغله ابتدى يخلي الجناحين سواء بيرسيتاو أو حسين أو أي كان بيلعبه طاير عبدالقادر أي حد كتير بيدخلوا للعمق عشان يتحركوا قطري وورا شريف أو وورا كهرباء ويستلموا كرة وكمان في نفس الوقت بيعملوا خلخلة للمدافعين ويفضوا لهاني عشان يطلع من الطرف اليمين أو عالي معلول يطلع من ناحية الشمال فحسين من الناس المميزة ففتك ديد ليه كويس طبعا وخصوصا من الأسماء اللي كان انتعرف من بعد ما الأهلي خلص أفريقيا تقريبا نص التيم بقى بتالي عليه أخبار أنه ده ماشي رايح السعودية وده ماشي رايح قطر وده جاله عرض مش عف من أهل جدة وده جاله من الهلال وده جاله من الوجرة وده من مصلال وده رايح الزمالك وده رايح برم يعني نص الفرقة تقريبا مشروهة فكان مهم كمان ده أنه ده يحصل عشان قط اللبس تبقى الدنيا فيها مستقرة وتساعد مستر كولر يعني التوقيت أصد أقول كمان التوقيت كان مهم توقيت صدر أنك عندك ثلاث مطولات لسه أو ثلاث ألقاب يهمك جدا أنك تحققهم مظبوط هو كون الناس بتقول أنه فلان هيمشي يروح كذا أو فلان هيمشي كذا أو لو في عروض حقيقية طبيعي لأنك أنت الفرقة البطل وأنت اللي واخد كل البطولات فالأنظرة هتبقى عليك ده شيء طبيعي يعني أنا أقصد بغض النظر عن أن في مثلا حد عايز يستاد في الماء العاكر زيما بيقوله أو مؤامرة أو كده لا طبيعي أن الفريق اللي هو بيكسب واللي هو بحقق بطولات ولعبته واخد كل البطولات والناس بتشوف سواء في المنطقة العربية أو أو حتى صحت أو لم تصح يعني بصرف نظر عن هذة الأخبار دي صحيحة أو لها أو لم تصح أو لا غير صحيحة في النهاية أنا كلاعب في النادي الأهلي لما أسمع أنه في عروض جات لإقدارة النادي الأهلي وأنه في أرقام فلكية محطوطة فيها طبيعي جدا دماغي يعني بقاش بقاش مركز مظبوط منسبة 100% عشان كده توقيت التجديد كويس جدا نفس الشيء لما كراننا على حسين ياسر إبراهيم برضو ماشي بصورة كويسة جدا وأحيانا برضو نفس اللي حصل لحسين وده طول عمرها في كرة القدم وهتفضل أنه في فترة مدرب بيجي بيعتمل على حد وبعدين مع الوقت ويكتشف كل لعب ويعرف ده بإمتى بيلعب وإمتى لغاية لما بتترك أكيد حصلت في معظم مدربين الحمد لله كنت بلعب أو 99% منه بس أكيد فترة برضو جيت حد حاول لعب حد علي حد ممكن يكون أي حاجة بعدتني في دماغه يعني بس رجعت تاني لعب لا بتمر بكل لعب بس ممكن تبقى مع لعب بتمر مع أكتر من مدرب وممكن واحد هي تحصل مرة في عشر مدربين يسر وربيع مع بعض معنا أنه الأهلي ما بيفكر ش في فكرة أنه يبقى محتاج مدافع يعني صفحة صفحة جديدة ولا دي قصة لا بغض النظر على الموضوع طبعا دي بتساعد ولكن لو حد ماشي أكيد المكان هيفضأ أكتر فهتحاول باستعجال أنك تجيب حد في المكان لكن لما بتجدد وتعمل استقرار بيبقى التفكير بهدوء وحتى لو ما جبتش يبقى في ناس خلاص موجودين يعني في معامل عبد منعم بعد رحيل بدر بنون كان الكلام على أنه الأهلي محتاج حد في خط دفاعه بكواليتي أو بمواصفات بدر بنون هل شايف بعد وإحنا بنقرب يعني على التفكيش السيزن أنه الكلام ده ما زال منطقي أو مزال الموضوع أو خط دفاع الأهلي عشر على عشر لا هو في كل وقت أنت بتحتاج إضافات ولكن أنا عايز أقوله بس عشان برضو نتكلمت على حسين على رامي وياسر برضو مشوا كويس في الفترة الأخيرة والاتنين مكتهدين جدا جدا وياسر يعني احتل لمكان أساسي في المطشط الأخيرة وعمل مطشط مطشين الأخرانيين بتوع الوداد عملهم بشكل كويس أيضا رامي في الأوقات اللي كان الرجل بلعبوا فيها أدى بشكل كويس المطش الأخير مع حرس الحدود اللي كسبنا ثلاثة أدى بشكل كويس فكان مهم أن نجدد لهم وفي التأويد ومع منتخب مصر ومع منتخب مصر طبعا فكويس أن نجدد لهم في التأويد موضوع بدر بنون بدر بنون كان ما فيش شك عامل عجز في المنطقة الخلفية بعد ما مشي ولكن عودة محمد عبد المنعم فرق فرق غير طبيعي في خط ظهر النادي الأهلي يعني أنا تكلمت على الناس كلها وكل الناس هايلين لكن محمد عبد المنعم ما فيش شك أنه عمل اتزان كبير جدا لخط ظهر النادي الأهلي يعني أغناك عن موضوع بدر بنون بيعرف يبتدي اللعب قوي جدا سريع صعب جدا يترقص يعني فيه مقاومات كثيرة للمدافع كمدافع الأول بيلعب بدمغ كويس هو صحيح ساعات تستغنى عنه دلوقتي لا طبعا صعب تستغنى عنه لو جالوا عرض أو في البرمير ليج هو بص قد لك ده من أفرز الأهداف أنا هقول لك محمد عبد المنعم لو عديت سبعة تمن لعيبة في مصر يقدروا يحترفوا في الدور الأوروبي وفي أحسن حتا أنا أعتقد أنه يكون واحد منه بس العقلية لازم تكون محترفة لأنه أحيانا شوية بتتخذ عليه أنه بيزود العيار شوية يعني في مواقف كورة أم العصبية لا في الكورة أنا بتكلم في الكورة الأول يعني العصبية يمكن بتحصل منه بعض الماتشاط لكن مش كتير لكن بتكلم في الكورة ساعات أحيانا بتزيد منه من كتر الثقة يعني العيار بيزيد شوية والثقة في الحتة دي بتوقع القلوب طبعا لكن ده عيب بسيط جدا أو يعني حاجة بسيطة تستعالج لكن أتكلم على مقومات اللاعب سواء في الرقابة سواء في القوة بصراحة كثير جدا الواحد يبقى بالنرين بصراحة يعني في لعيبة كده تبقى اللي هو ما تقدرش تستغنى عنها يعني يعني فاهم لا ده ما سيبوش ده ما يمشيش فاهم وفي نفس الوقت شايف أنه عندك كواليتي ممكن تروح ترعف في أوروبا وتكسر الدنيا فاهم أصلي لا لك هو بصراحة بأمانة يعني ما هي في أهداف كتيرة في أهداف لللاعب أهم اللعيبة في الفرقة دلوقتي هو واحد من أهم العناصر المنتخب المصري لكن بالنسبة لللاعب أيضا موضوع لو احتراف دوري أوروبي ينسبك من الخليج طبعا مع احترامي مستوى كبير برضو سواء في السعودية قطر تطورت الإمارات تطورت الدوري السعودي دلوقتي بقى علي أنظر كتيرة وبيستقطبوا نجوم العالم محطة حلوة ولكن ولكن أرقى كتير عن الدور المصري لكن لو الدور الأوروبي طبعا أكيد يعني يبقى في مصلحته أنه هو يروح للدور زي الدور الإنجليزي أو غيره يعني لأنه هو فعلا لعب كبير صحيح مبروك على كل الأحوال طبعا مبروك على الأهلوية كلهم طب أروح معك سريعا قبل برضو ما يهمني النهاردة مصر بتبدأ مشوار مهم جدا عينينا على أولمبياد فاريس نفسنا كرة جبلنا بداية أولمبياد كابك يعني إذا كان كاس العالم بعيد وصعب ويكاد يكون مهمة مستحيلة ولو إن المغرب بصراحة يعني ورّت العالم كله ونفيش حاجة اسمها مستحيل وكانت قريبة جدا من وصول للمباراة النهائي لكن خلينا نقول إنه حلم كاس العالم مؤجل شوية ما نشوف مستر فيتوريا هيخدنا يروح فيه لكن الأولمبياد لأ أولمبياد ممكن وجاهز وليه لأ شايف منتخب مصر مع ميكالي أخباره وخصوصا أنه الانطلاقة النهاردة أمام النيجر غينيا مباراة كانت تحقق مفاجئة قدام المغرب كانت متقدمة كانت شوط لأول متقدمة واحد سفر والمغرب برجعت بضربتين جزاء شايف البطولة كيف وشايف فرص المنتخب الوطني فيها هل استعد كويس لبطولة بحجم بطولة أفريقيا يعني مستر ميكالي أولا الفرقة معظمها لما نتكلم عليها معظمهم أساسيين في الدور المصري يعني فرقهم يعني تشكيل متوقع النهاردة تشكيل متوقع حمز علاء الحراس المرمى أحمد عيد زهير أيمن محمد طارق وحسام عبد مجيد قلبي دفع محمد أشرف زهير أيصر فيه كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر ثلاثي وسط الملعب في الأمام فيه مصطفى سعد أسامة فيصل وإبراهيم عادل ده التشكيل المتوقع كلهم تقريبا بلعبوا أساسيين في فرقهم بعضهم معار من النادي الآهل بعضهم معار من الزمالك لأنديها أخرى ولكن التشكيل معظمه تقريبا معتمد على لعيبة أهل الزمالك يعني فيه حمزة ومحمد أشرف وسعد مصطفى سعد ميسي وكوكا أهلي أحمد عيد طبعا هو معار لكن أحمد عيد ومحمد طاري وإحسامة عبد المجيد وإحسامة فيصل زمالك وفيه كمان إبراهيم عادل ومحمود صابر بيرامز يعني 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 تقريبا ثلاث أو أربع عندها هما اللي بيشاركوا فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل تجانس شوية في الفريق عناصر جيدة جدا في كل المراكز ينتمنى أنهم يحصلوا على البطولة الإفريقية الأول لأنه طبعا مؤهلة للأولوبيات أو تاني أو تالت لو ما حصلش أنك خدت البطولة عشان تؤهل الأول للأولوبيات صعوبة مطش النهاردة حكتين واحد أنه انطلقت مشوار اتنين أنه المنتخب اللي جاي أو المطش اللي جاي للمنتخب يعني هيكون مع مالي ومالي الحقيقة طول عمرها يعني مش بس الجيل ده طول عمرها بتقدم منتخبات وأسماء كبيرة جدا وعايز أقولك أنه منتخب مالي مطلع منتخب السنغال في التصفيات فبالتالي منتخب تقيل فبالتالي أنت مهم جدا تاخد تلات نقاط لأنك مش عارف القصة مع مالي هتمشي ازاي هو عمتا بدايات أي بطولة مهم جدا أنك تاخد التلات نقاط طبعا مهم جدا تحط في توتر غير طبيعي وممكن تخرج احنا شوفنا الأرجنتين في كاس العالم والمفاجأ اللي حصلت من السعودية وكانوا قابق أو أدنى أن يخرجوا من البطولة ولكن طبعا إمكانياتهم وخبراتهم ووجود واحد من أعظم اللعبة ميسي اه ميسي أنا يعني بالنسبة لي في اللي اتفرجت عليهم كلهم في حياتي مرادونا أنا كوسامة بعتبروا رقم واحد وممكن ميسي هو يكون رقم اتنين في اللي أنا شوفتهم يعني بليه يعني ما شوفناهوش غير مطش ولا حاجة أموتين أساطير طبعا وكرايف وكرايف طبعا كرايف كان غير طبيعي بس كل الناس دي احنا ما تفرجناش عليهم بحجم ما تفرجنا على مرادونا وميسي فميسي طبعا فرق معهم كتير وكان ليه تأثير كبير في البطولة وخدوها في الآخر ولكن دي من الحاجات الأوليلة اللي بتحسك انك تخسر الأول مباراة وتسترد فعشان كده ماتش أنجولا النهاردة مهم جدا وزي ما انت قلت مالي بعدها نايجر ماتش مهم جدا بعد كده مالي يبقى المباراة أصعب ومنتخب كبير وتمالي مالي كمان في الأعمار الصغيرة اللي هي يعني من عشرين سنة وتحت يعني عندهم لعبة جيدين جد وبيفرخوا كتير قوي لأوروبا زيهم دلوقتي زي السنغال زي كاميرون زي نيجيريا ولكن يمكن هم ما عندهمش خبرة البطولة شخصية البطولة شخصية البطولة يعني مهما كانوا مستوى بلعب مستوى جيد حتى الفريق الأول ويبقى متوقع من الناس وحطين أمال عليهم أنه هيعملوا حاجة كبيرة قوي لهم يخرجوا من أدوار مثلا دول التمانية قبل النهاية السنغال في فترة الأخيرة بطولة أفريقيا دي أول بطولة حق السنغال في تاريك شوف بقى بكل الأجيال العظيمة دي اللي كان بتروح كاس علم وبتلعب في أوروبا مزبوط مخدوش بطولة أفريقيا مزبوط يعني عاملين زي نيجيريا كاميرون يعني مع كورتهم الحلوة في شرصة شوية مالي شوية طيبين آه آه بلعبوا بحنية شوية أنا بيفكروني شوية مع الفارق يعني بس يعني تقريبا فرقة سانداونز في 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 إفريقيا فرقة جيدة جدا ولكن من السهول مش من السهولة يعني بالسهولة قوي لا يعني من الفرق رغم إمكانياتها سهل إنها تخرج لكن ممكن تخرج بسهولة ولذلك حتى عدد البطولات تليموا ماخدين بطولة أفريقية واحدة لكن عندهم إمكانيات وابتدوا يحطوا نفسهم على طريق صحية فمالي برضو منتخب قوة فعشان كده ماتش النيجر النهاردة نتمنى يكونوا موفقين وياخدوا أول ثلاث نقاط اللي في أول موسم دي رغم إنه دايما أول موسم ده ما بيبقاش المدير الفني ملك كل الأوراق اللي في إيده يعني لسه بيستكشف الأمور بيستكشف الفريق بيستكشف طبيعة المنافسة بيستكشف القرى اللي هو راح يلعب فيها ويا بالتأجيد مختلفة تماما عن القرى اللي كان بيشتغل فيها أوروبا ورغم كده نجاح على كل المستويات أداء ونتيج وأرقام وبطولات وبالتالي يهموا جدا إنه يفنش الموسم ده بالعلامة الكاملة نحو رضا بيبدأ مشوار الكاس مع أنا أعتقد أنه بالنسبة للكل حاولت أن أنا أعرف أي حاجة على المنتخب السويس لكن فريق مجهول الهوية مطشط الكاس دايما بيبقى ليها حتى وإن كان في فارق كبيرة كابتن أسامة أنا أشألستك كنت بدلل بالنجوم نجوم مطلع طلع فأول ما طلع طلع لإسماعيلي بالبطولة ومن بعده طلع سموح حتى كان متوقع فريق درجة ثالثة يطلع فريقتين بيلعبوا دوري ممتاز شايف المباراة إزاي على مستوى الأهداف الميستر كولر بيحاول أنه يحققها طبعا التأهل ده أكيد لكن بالتأكيد فيه أهداف تانية ومتوقع إيه كسيناريو من فريق زي منتخب السويس وهو جاي يواجه أول ما بيواجه بيواجه بطل أفريقي دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله الدوري بتإذن الله محسوم للنادي الآلي وإحنا داخلين في المنافسة بقى اللي هي السادة تعتبر أو البطولة السادة فما فيش شك أنه يهمه جدا أنه يحقق كل البطولات صحيح مش شرط أنك تحقق كل البطولات بس حاجة برضو مميزة جدا وتضحط في السي في بتاعك أنك أول موسم ليك تكون حققت كل البطولات اللي دخلت فيها فمنتخب السويس النهاردة هو تاسع الدوري في المجموعة التانية اللي هي في القسم التاني طلع تاسع لأنه طبعا زد بن بريكلوم هم اللي صعدوا في ودي ديجلس سكة القناة بتروجيت مصري الاتصالات ده إذا دور المحترفين الطب هم دول اللي زد صعد وطبعا المصري الاتصالات عشان سادس بيلعب دوري من ثلاث ثلاث فرق ويطلع منهم اتنين ده إذا اتطبق دور المعترفين فيه كلام كتير فيه كلام كتير تسعين في المئة من أندية معطردة لأنك أنت أصدفين نقطتين مهمين النقطة الأولى الإمكانيات المادية وهل هيبقى فيه راعي يقدر يصرف على الدور ده ويتحمل والأندية تاخد مبالغ جيدة تساعدها في الانتقالات من أقصى الصعيد مثلا للقاهرة لإسكندرية لأنه هيبقى دوري من مجموعة واحدة أنا فيه فدي واحدة لسه بتكلموا فيها النظام اللي كان مطبق قبل كده ثلاث مجموعات موزعين جغرافية سعيد فبيلعب في السعيد كل مطشاطه وبحري بيلعب في بحري كل مطشاطه ومنطقة القانية بيرعب ومع ذلك للأسف ودي لازم يعني عشان الكرة المصريية تتصلح لازم يشوفوها حل ومع ذلك فرق كتير بتعاني فرق كتير جدا بتعاني حتى في منطقتها يعني لازم وزارة الشباب والتحد الكرة والدولة كلها تشوف حل للمواضيع دي لأنه ما فيش دوري هيتفضل يتلاعب والناس مش عارفة تصرف على لعبتها ولا مدربين يجيبوها ولا انتقالات هولي مش قادر ليه بيلعب يعني هي الفكرة في النهاية برنا هي المشكلة يعني لما بيجي يتكلم على ندي المنصورة نزل من قد ايه يعني انت حضرت المنصورة وهو في عزو طبعا وانا حضرت المنصورة وفي عزو جم كتيرة جدا طبعا تجربة كترقائعة جدا نزل من كام سنة لا كتير كتير جدا البلدية اللي لسه رجع كان من كام سنة الأولمبي الترسان تعافي المنصورة سنة 95 96 وصل معنا نهائي وكسبنا الكاس كان مستر هولمن سعيد بس هي الفكرة ما هو جميل اللي معهوش بس هي الفكرة الاندية الجماهيرية والشعبية تفضل ليه هقول لك مفيش دوري في العالم هيتلاعب كله ويبقى كله شركات ومؤسسات ومفيش جماهير في المدرجات الدور المصري السؤال اللي أنا كنت أسمى ليه اندية الشركات دي قادرة تنجح عشان إمكانيات مادية بس إمكانيات مادية أنا عندي زهير جماهيري وشعبي ما هو ما فيش دوره يجب استغلاله ما استغلاله أيها دي بقى أنا بقول لك عشان كده أحمد أنه ما عرفش الدولة الشباب والرياضة اتحاد الكورة لازم يبقى في حل جزري للأندية الشعبية إزاي تجيب موارد وتتصرف على نفسها لأن الكورة من غير جماهير ليس لها لازمة أيها أنا مش أفضل أنا كدور مصري هذا موضوع لا كبير موضوع كبير فمش عايزين نطول فيه أنا عمي كمان وقت لا لا عايز أسمع رأيك في مرات النهاردة وإيه الهداف اللي بيسعى يا كولر وتوقعتك لشكل الموارد و السيناريو ماشي فمنتخب السويس طرع تاسع أي يعني لو لو تورز ومقولنا اتطبق برا لكن ده لا يمنع أنه اللعبة النهاردة بتاعته هتحاول تبزل أقصى جهد لأسباب كتير يمكن حد يقولك أنا حد يكتشفني هتنقل حتى لو مش في الدورة الممتاز يعني لدورة فرقة أعلى ففي دوافع غير طبعا باترينا يعني ماتش باترينا طبعا ومالنادي الأهلي بطل إفريقيا وبطل العرب يعني كل الأندية حتى اللي في الدورة الممتاز بيبقى سعيد وهو جاي لعب النادي الأهلي فما بلك بقى فرقة من الدرجة التانية يعني فهيبقى في حماس خلافي إصرار ولكن ده يخلي كولر يفكر يرمي بتقوله يعتبت على النصر الأساسية أنا أعتقد أنه معظم أنا أعتقد بس طبعا هي وجهة نظر مستر كولر ما عرفش يعمل فيها لأنه الماتش اللي بات غير تمانية أنا مش عارف ما أعتقدش ما أعتقدش أنه أنه هيخلي برضه التغيير تمانية أكيد هيرجع ببعض العناصر حتى هو استعام ببعضهم في الشوت التاني زي بيرسيتاو زي ياسر إبراهيم زي عام ببعض يانج نزله الشوت التاني فممكن هيستعين ببعض الناس اللي كانوا قاعدهم على دكة البداية أنه قاعد ثمان لعبين فيهموا جدا أنه يكسب هو مالوش دعوة الفرقة درجة تانية الفرقة الدرجة أولى الفرقة كذا ده كاس يعني لازم يكسب المباراة يعني الماتش اللي فات حرس الحدود تقدر تقول إيه حتى لو حصلت مفاجأة والأهلي تعادل أو تغلب الأهلي لسه لسه خمس ست ماتشرة مؤجلة ولو عوض هاي فريق في الدوري سؤال أخير وإجابة سريعة كابتل السلام علي الشهير وقت الأسماء التي لم تظهر في دائرة اهتمام اهتماميات مارسيل كولر في مباراة منتخب السويس هل ده معناه أنه الموسم انتهى بالنسبة لها لا طبعا لا طبعا هو 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 يحاول يكسب بكثير من العصر الأساسية ولكن ولكن مش معنى أنه حد ما لعبش أنه هو مش في دائرة اهتمام فتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله التوفيق وبدأت مشوار إن شاء الله تحقيق لقب وبطولة جديدة الواحد ما بيشبعش من الكلام معك فالله يخليك هو فعلا يعني مرة تانية إن شاء الله الوقتي معنا أكتر من كده بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا وعبتنا مرة تانية كل السنة طيب وإن شاء الله نتقابل قريب إن شاء الله أشكركم على المتابعة تحياتي لكم شكرا جزيلا